اهلا بكم مرة اخرى مشاهدينا لازلنا في تفتيتنا المستمرة والخاصة لعملية الانتخابات ببلادنا استحقاقات يشكل فيها رهان نسبة المشاركة تحدي واختبار للمترشحات والمترشحين في هذه العملية الحديث حتى الآن عن نسبة مشاركة ضعيفة مقارنة بالاستحقاقات التشعية السابقة بلاغ لوزارة الداخلية قال ان عملية التصويت الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات واعضاء مجالس الجهات متواصلة حيث بلغت نسبة المشاركة 12% على الصعيد الوطني في تمام الساعة الثانية عشر زوالا حسب المعلومات المتوصل بها من مختلف عملات واقاليم وعملات مقاطعات المملكة وان العملية ايضا تمر في ظروف عادية في انتظار ما سيسفر عنه بقية اليوم بما ان عملية التصويت مستمرة الى حدود الساعة السابعة مساء اليوم اكيد مشاهدنا سيكون حافل بالمفاجآت والحسم سيكون لما ستفرزه صناديق الاقتراع نذكر فقط ان هذه الانتخابات تجرى في اجواء يطغى عليها او تطغى عليها الاجراءة الاحترازية المتخدة لمواجهة فيروس كورونا اضف الى ذلك الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المملكة نتيجة هذه الشائحة امور كلها تطائذا على هذه العملية ومنسوب الثقة بين الناخبين والمرشحين لهذه الاستحقاقات وهو الامتحان الصعب الذي سيجتازه المرشحون لهذه الانتخابات في تحليل هذه الاستحقاقات نستضيف خلال هذه النشرات الاخبارية الخاصة محللين ومختصين لمواكبة هذا الاقتراع من كل الجوانب الآن نربط الاتصال مباشرة بالأستاذ عبدالعلي الطاهري صحفي وباحث في العمل البرلماني والصياغة التشعية من رباط أستاذ الطاهري اهلا بك معنا عبر كاب فانكاتخ شرع الناخبون اذا في التوجه الى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم سواء في مجلس النواب او مجالس الجماعات والجهاد متنفسون من مختلف الاقتباة السياسية بربوع المملكة ما هي قراءتكم لهذه الانتخابات وهل يمكن ان يعرف المشهد السياسي وخريطة السياسة تغيرا كبيرا او جذريا من خلال استحقاقات اليوم ببلادنا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على ملانا رسول الله وعليه وصحبه ارتباطا بالقراءة التي يمكن ان نقوم بها لهذه الاستحقاقات الانتخابية وانقصد الاستحقاقات الجماعية والجهاوية والتشريعية التي يعرفها المغرب اليوم 8 شتنبر 2021 اليوم الذي سيفرز خريطة سياسية جديدة على اساسها ستنبطق حكومة جديدة وعلى اساسها سوف يتم انتخاب المنتخابين الترابيين على مستوى الجماعات والجهات ما يمكن قراءته او استنتاجه ان هناك مجموعة من المتغيرات التي عرفها المشهد السياسي والحزبي الوطني قبل ولن اقول قبيلة قبل هذه انتخابات او قبل اجراء هذه الانتخابات هناك معطى اول متعلق بماذا؟ بمجموعة من المتغيرات التي سبقت هذه الاستحقاقات واولها ما افرزته الانتخابات المهنية والتي جعلتنا امام مجموعة من المتغيرات التي تؤكد ان ما يمكن ان يقع بعد الثامن من شتنبر سيحمل مستجدات مختلفة عما افرزته انتخابات 2015 الجماعية والجهوية وانتخابات 2015 الشريعية وهنا وجبت الاشارة ان معطى سياق الازمة الوبائي لكفر 19 له تثيره كذلك وله اسقاطاته كذلك على الناخب واختيارة الناخب وبالتالي على النتائج وهو ما يعني انه يمكن ان نكون امام نتائج مفاجئة ومبارئة لا يمكن توقعها في احسن الاحوال ومن قبل اكبر المحلين السياسيين هناك ايضا معطى اخر وهو المتعلق بتحيين اللوائح العامة المسجلين اي التحيين الاخير الذي حدثا بتاريخ 30 يوليوز 2021 حيث بلغ عدد المسجلين ما يقارب 18 مليون مسجل وهو ما يعني حسابيا ان الفارق بين المسجلين والمؤهالي للتصويت قد تقلص الى اقل من 5 ملايين شخص ان هذا الارتفاع غير المتوقع في عدد المسجلين بإمكاني ان يؤثر بشكل ملحوظ على حجم المسويتين في اقترات من يشتنبر المقبل او الحالي عفوا حيث من المتوقع ان تزيد نسبة المشاركة على 50% اي اكتر من 9 ملايين مصويت بزيادة اكتر من جوش فاصلة 5 ملايين صوت على اخر استحقات شريعية اي سنة 2016 ايضا هناك معطى اخر اساسي وهو المتعلق بحجم ونسبة الشباب المسجلين والذين يصلوا عمرهم الى ما اقل او ما دون 35 سنة هذا الحجم او هذه النسبة التي وصلت الى 4.8 ملايين شاب اي بزيادة تتجاوز مليونين على تعيين 31 مارس 2021 وهو ما يؤكد انها التزيد العددي بخصوص نسبة الشباب تطور وغير من حجم الكتلة الناخبة وبتل الكتلة المصويتة يزيد على ذلك ان هناك معطى اخر فيما يخص مصطرة الاقتراع التي سيتم الاعتماد من خلالها على ورقتين فرضيتين مختلفتين الاولى مخصص الانتخابات الجماعية والجهوية والثانية مخصص الانتخابات الوطنية النيابية بين قوصين اي اللوائح المحلية والجهوية كما ان عملية الاداء بالصوت ستمر بمرحلتين وبصندوقين مختلفين اذا كل هذه المعطيات لها تأثيرها على المستوى سير وصيرولة العملية الانتخابية اكيد ان هناك مجموعة من الامور التي حملتها اخر مرحلة او اخر فترة ما قبل بداية الفترة الانتخابية والعملية الانتخابية اكيد سوف تؤثر هناك احزاب دخلت في المنافسة شرسة مع الحزب الذي كان يقود الفريق الحكومي العدل والتنمية نتحدث عن حزب تجمع الوطني الاحرار الذي قام بحملة انتخابية يعني بعتاد وعدة ولوجستيك وخطة مضبوطة هناك حزب الاستقلال الذي اعاد النظر في آلياته التنظيمية خاصة في التاراتم على استحقات انتخابية هناك حزب الاستقلال والمعاصرة الذي اصبح رقما يعني مهما بعد تغيير مجموعة من الامور التنظيمية داخلها يكله اذا هذا المنافسة الشرسة بين هذا الحزب الاربعة خاصة تجعلنا امام معطى يؤكد ان القادم او الوافد الجديد رئاسة الحكومة سيكون غالبا بين حزب التجمع الوطني الاحرار وحزب الاستقلال نعم وسادة طهري شكرا لك على هدية القراءة والتوضيحات كنت معنا من مدينة رباط كما سبقت لشارة مشاهدين نسبة التصويت لحدود الساعة بلغت 12% على صعيد الوطني التصويت يتم عن الانتخابات التشعرية الجماعية والجهوية بشكل متزامن وفي يوم واحد ولأول لمرة في تاريخ الانتخابات نوكب مشاهدين في تغطية نهاته ايضا العمالية عملية التصويت عبر ربوع المملكة من خلال مراسلين ومفادين عبر تراب الوطني نموذج من هذه العملية من شرق المملكة وتحديدا من مدينة وجدة وأرى بعض المواطنين الذين توجهوا إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم إذن اليوم الحمد لله جينا دلينا بصوتنا للناس اللي يستاهلوا كذلك كانت منه أنه المواطنين المواطنات اللي كيقولوا أنهم مقاطعين انتخابات كنقول لكم أجي وصوتوا خصوصا ناس اللي مسجلين قاعد الناش اللي ما ما تسجلوش ولا ما حالفهم مش لحد أنهم يتسجلوا لا حرج عليهم ياخدوا درس ولكن كما كان عرفوها هذه السنة بلأنه تسجلات جوجل المليون مغربي يعني جديدة في لوائح الانتخابية نتمنى للشعب كل شيء النجاح والرقي والاجدهار وتكون الانتخابات سمروا في جدين وجدية وفي معقول ومحسوبية نتمنى الله النجاح لمن يخدم مواطنه أنا مواطن مغربي دوب ناسيونالتي بيانسيور بلج امعوكين جيت داباناني هنا في مغرب هذا واجب علي جيت نقديه باش نقدي الريسالة ديالي للوطن ديالي والمغرب ديالي ونتمنى كل واحد يجي كان الناس يقولك ما بغناش نترشحوا ما بغناش نتاخبوا هذا هذا غالط والله يتغالط يجي ويعطي الصودية لمن يرتاح اذا هذه الاراء للناخبين اثقها لنا مرسلنا من مدينة وجدى طارق عباد ولازلنا مستمرنا في هذه التقطية الخاصة والمباشرة لاستحققات ثامن من شتنبر لعام 21 والفين والتي ستتواصل بمشموعة راب الوطني لغاية الساعة السابعة مساء ولازلنا معكم تابعونا اشتركوا في القناة